كثير منكم بدأ يفكر بدفع زكاة الفطر لذلك سنتحدث حول هذا الموضوع من واقع ما هي زكاة الفطر وما هو حكمها وكيفية دفعها ومقدارها حديثنا بتفصيل مع الدكتور والأستاذ أحمد الحسني الشنقيطي الأمين العام المساعد لرابطة علماء المغرب العربي أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد أهلا وسهلا بكم حي الله صباح مبارك يعني دعنا بداية نوضح مفهوم زكاة الفطر بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم ومبارك على النبي الكريم شكرا لكم على استضافة وتقبل الله طاعتكم زكاة الفطر هي صدقة تشرع بالفطر من رمضان كل إنسان مثلا يصيب صيامه بعض الخلل يصيب في رمضان يعني يقوم ببعض اللغو بعض الرفث غيبة نميمة بعض الأخطاء التي تعتري صيام الإنسان فالله عز وجل شرع للمؤمنين بعد رمضان هذه الزكاة وكما قال ابن عباس رضي الله عنه في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه الزكاة طهرة للصائم من اللغو والرفث فالحكمة منها هي أن تكون تطهيرا للمؤمنين من اللغو ومن الرفث فكل واحد مننا لا شك في صيامه قد أصابه يعني ما ينقص صيامه ما ينقص من أجره فالله عز وجل حتى يخرج الإنسان بأجر صيام كامل شرع لنا هذه الزكاة وهي كما قلت صدقة تجيب بالفطر من رمضان نعم إذن هي بحكمتها وأسبابها تختلف عن زكاة المال نعم هي تختلف عن زكاة المال زكاة المال سببها ملك النصاب وأن يحول عليه الحول فيما يشترط فيه الحول أما هي فسببها إنهاء الإنسان لصيام رمضان يعني اكتمال سنة تقريبا وكثير من العلماء قالوا إنها سميت زكاة الفطر إضافة إلى الفطر قالوا تشبيها كأنها زكاة فطرة يعني زكاة خلقة تقدم عن خلقة الإنسان عن كينونة الإنسان كما يزكي الإنسان ماله فإنه يزكي ذاته سنويا جميل طيب دعنا نتحدث عن حكم هذه الزكاة هذه الزكاة واجبة وللأسف بعض الناس يستهين فيها هي واجبة ونقل كثير من العلماء يعني الإجماع على وجوبها يعني وجوبها ليس محلة خلاف بين العلماء على منق له ابن حزم وابن القطان رحمه الله تعالى في كتاب الإقناع والأصل في وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وفرض طبعا هذه العبارة تدل على الوجوب هذا هو الأصل فيها يروى عن بعض الظاهرية وبعض أيضا المالكية أنهم قالوا بسنيتها لكن الذي عليه العلماء هو وجوبها محمد مولود بن أحمد فار رحمه الله تعالى يقول في الكفاف يقول من الفرائض زكاة الفطر من الفرائض زكاة الفطر تجيب بالغروب أو بالفجر لكن تجيب على من؟ نعم بالنسبة لمن تجيب عليه زكاة الفطر هي الإنسان الذي تجيب عليه يشترط فيه قيدين واحد الإسلام فلا تجيب على غير المسلم لأنه في حديث ابن عمر حديث ابن عباس رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين عبارة من المسلمين تدل على أن هذه الزكاة لا تجيب إلا على المسلمين فإذا القيد الأول في من تجيب عليه هو أن يكون مسلمة من قبيل المسلمين فلو كان الإنسان مثلا عنده زوجة كتابية فإنه لا يتجيب عليه زكاة الفطر عنها لأنها تجيب إنما تجيب عن المسلمين فقط نعم القيد الثاني هو القدرة أن يكون الإنسان قادرا على إخراج هذه الزكاة لكن العلماء اختلفوا في تحديد هذه القدرة فعند الجمهور أن القدرة المقصود بها أن يكون عند الإنسان قوتا زائدا على قوت يومه وليلته ولذلك لأنه هي مقدار قليل فكل ما كان الإنسان عنده من المال ما يزيد على قوت يومه وليلته فإنه يجب عليه إخراج هذه الزكاة وهذا وقول جماهير العلماء خلافا للحنفية أما الحنفية فإنهم قالوا لا تجيب إلا على الإنسان الذي عنده نصاب من المال يعني الإنسان الغني واستدلوا بحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا صدقة إلا عن ظهر غنى وقالوا الغنى لا يكون إلا بملك النصاب هذا مذهب الأحناف وهذا مذهب الجمهور الناس تذهب لمن؟ لأي مذهب؟ أو يعني يترك الأمر لها؟ كل إنسان قد حدد مذهبه سلفا فالجمهور على أنه تجيب على الإنسان الذي عنده ما يزيد على قوت يومه وليلته الحنفية من كان مذهبه حنفي يذهب إلى قول الأحناف نعم طيب دعنا نتحدث على من يدفع هذه الزكاة عادة والمتعارف عليه في مجتمعاتنا المسلمة الأب يتكفل بالدفع عن جميع أبنائه وزوجاته يعني لكن في حال مثلا كان الإبن والبنت لديهم عمل ولديهم قوت يومهم فهل يجب عليهم دفع الزكاة عن أنفسهم؟ طيب نحن ذكرنا حكمها وذكرنا حكمتها وذكرنا أيضا على من تجيب نعم الآن نذكر أدفعها عن من؟ أنا الآن وجبت علي زكاة الفطر أدفعها عن من؟ من الأشخاص الذين يلزمني أن أدفع عنه؟ يلزم الإنسان أن يدفعها عن نفسه وعن من يقوت يعني من يمون الإنسان الذي تجيب عليه نفقته مثل الزوجات مثل الأولاد الصغار الذين ليس عندهم مال مثل البنت التي لم يدخل بها زوج غني إذا كان لم يدخل بها زوج غني فهذه أيضا يجب إخراجها عنه فتجيب يخرجها المسلم عن نفسه وعن من يمون الحديث فيه ومن يمون معناه يعطي نفقته فكل إنسان وجبت عليك نفقته فإنه يجب عليك إخراج زكاة الفطر عنه سواء كان زوجة أو أولاد أو بنات لكن طبعا الأولاد إذا كبروا وأصبح عندهم مال أو عندهم وظيفة فإنه يجب عليهم لكن بعض الآباء وهذا يعني تعارف في مجتمعنا العربي والإسلامي أن الأب يصر على أن يخرجها عن ابنه حتى بعد يعني بعد ما يصير عنده وظيفة فإذا رضي الإبن بذلك فلا إشكال يخرجها يتركها لأبيه يخرجها عنه حتى يعني يشعر الأب بارتباطه بهذا الولد دائما ولا إشكال في ذلك لأن الحكمة في النهاية الحكمة منها أمران مهمان واحد ذكرناه سابقا وهو أن تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث والثاني هو إغناء الفقراء في ذلك اليوم ولذلك في حديث من عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم فإغناؤهم يحصل سواء دفعت من عندك أو دفعها عنك من قام بذلك نعم بالنسبة للفتاة التي لم تتزوج لكن كان لديها عمل يكفيها هل تجب على الأب أن يدفع عنها زكاة الفطر؟ لا يجب عليه لأنه إذا كان عندها مال فإنها تدفع عن نفسها لكن إذا تبرع الأب بذلك أو كان من العادة أن يدفع عنها فلا إشكال أيضا في ذلك على سبيل التوكيل والإنابة نعم طيب دعنا نتحدث عن مقدار هذه الزكاة كيف يحدد؟ نعم هذه الزكاة الأصل كما رأينا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعين فالأصل أن الشريعة قيدتها بصاع والصاع يختلف باختلاف يعني ربما تلاحظون اختلاف الموازين التي يذكرها كثير من المشيخ والسبب أن الصاع مكيل والمكيل يختلف باختلاف ما يكال فيه فمثلا صاع من التمر يختلف وزنه عن صاع من الشعير وصاع من الشعير يختلف وزنه عن صاع من الزبيب وهكذا فإذن هذه الموزونات تختلف لكنها دائما دائرة بين 2 كيلو وتقريبا 150 إلى تقريبا 2 كيلو 750 كرام تقريبا هذا هو بحسب النوعية التي يخرجها الإنسان منها من الطعام يمكن الإنسان أن يخرج الطعام كما رأينا وهذا هو قول الجمهور أن الإنسان يخرجها من الطعام وأنه إذا لم يخرجها من الطعام فإن ذلك لا يجزئه ولذلك يعني الاحتياط أن يخرجها الإنسان من هذا لكن إذا أخرجها من المال فلا إشكال في ذلك لكن هناك اختلاف يعني كثير من العلماء أصروا أن تكون عينا لا نقدا نعم هي هذه معركة طويلة جدا معركة وحرب تدور كل عام يعني في العشر الأواخر هل نخرج زكاة الفطر نقدا أم نخرجها من الطعام والحاصل أن المسألة يعني الشريعة حددت أربعة أصناف النبي صلى الله عليه وسلم حدد أربعة أصناف اللي هي التمر والشعير وأنواع اللي كانت متداولة في ذلك الوقت فمن العلماء من توقف عند هذه الأنواع وقال لا نخرجه إلا من هذه الأنواع حتى لو لم تكن هذه الأنواع مقتاتة ومنهم من نظر إلى مقصد الشارع وهو إغناء الفقراء فقال إغناؤهم قد يحصلوا بالأرس ولم يأتي في نص الشارع قد يحصلوا بأشياء أخرى لم تأتي في نص الشارع فتوسعوا في ذلك حتى وصلوا إلى المال وثابت عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان يكتب إلى عماله أن خذوا من الناس زكاة الفطر صاعا من طعام أو قيمته أو قيمته فإذا إخراج القيمة ثابت عن السلف الصالح وثابت أيضا عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهو داخلهم في مقصد الشارع وبالتالي لا معنى لهذه المعركة التي تدور رحاها كل عام فمن رأى إخراجها من الطعام فهذا خروج له من الخلاف ومن رأى إخراجها من المال فهذا أحظ للفقراء وخصوصا إذا كان الإنسان الآن في أوروبا يريد إخراجها مثلا ونقلها إلى البلاد العربية فيصعب عليه أن يرسل يعني إثنين كيلو مثلا من الشعير أو من القمح مثلا من أوروبا إلى مثلا بلد من البلدان الإسلامية المحتاجة مثل اليمن ونحوها فإذا المال الآن إخراجها منه أيسر على المخرج وكذلك أيضا أحظ للفقير وهذا القول يعني إذا إخراجها قيمة هو قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وهو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى واختاره الأشهب من المالكية واختاره أيضا اللخمي من المالكية وهو يعني قول معتبر والعلماء المعاصرين الآن كثير منهم يقولون به نعم طيب بما أنه حضرتك ذكرت عن مسألة الإخراج في الدول الأوروبية هل تجب إخراج الزكاة لشخص مسلم يشترط أن يكون يعني من تخرج له الزكاة مسلم أم يمكن أن يكون شخص غير مسلم لكنه فقير ومحتاج يعني هذا الأمر يتساءل كثير من المسلمين المقيمين في الدول الغربية هذا يدخلنا في موضوع المصرف ما هو المصرف الذي ندفع إليه زكاة الفطر زكاة الفطر فيها مذهبين عند العلماء بعض العلماء يقول أن زكاة الفطر تخرج على المساكين وهذا هو قول جمهور العلماء يقول مجرد المساكين وابن القيم رحمه الله تعالى يقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص هذه الزكاة بالفقراء والمساكين وهذا هو قول المالكية رحمه الله تعالى بغض النظر عن ديانتهم بغض النظر عن ديانتهم ومن العلماء من قال لا وهذا طبعا هو قول الشافعية وكثير من العلم أن هذه الزكاة مثل فقية الزكاة فإنها تختص بالأصناف الثمانية فإنها تعطى للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين إلى بقية الأصناف الثمانية فهذا قولا لأهل العلم فينظر الإنسان مذهب أي هذه المذهب ثم يتبعه وطبعا قول المالكية فيه توسع وكما قلت ابن القيم رحمه الله تعالى رجحه هذا عن مصرفها جميل ماذا عن وقت إخراج هذه الزكاة نعم بالنسبة لوقت إخراج هذه الزكاة في الحقيقة أنه فيه مباحث أو مثلا نقاط فيه وقت مختلف فيه وهو أن يخرجها الإنسان قبل العيد بأكثر من ثلاثة أيام إذا أخرج الإنسان الزكاة قبل العيد بأكثر من ثلاثة أيام فهذا الوقت اختلف فيه بين العلماء فمن العلماء من يقول يمكن تقديمها حتى قبل سنة وسنتين قياسا على زكاة المال وهذا قول للأحناف ومنهم من يقول يجوز إخراجها من بداية شهر رمضان ويستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يحرز زكاة رمضان وهذا قول الشافعية فيقولون من بداية رمضان يمكن للإنسان أن يخرج زكاة الفطر وهذا القول مناسب جدا خصوصا لمن يريد نقلها من بلد إلى آخر حتى تصل إلى الفقير في وقتها هناك قول للحنابلة أنها من منتصف رمضان فما بعد يجوز إخراجها وقول المالكية وهو قول للحنابلة أيضا أنها لا يجوز تقديمها إلا بيومين أو ثلاثة قبل العيد وهذا هو الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نعطيها لمن يأخذها قبل العيد بيوم أو يومين فهذا الوقت الذي قبل العيد كله مختلف فيه لكن الأصل أن نجعل الناس تستفيد من هذه الزكاة في العيد نعم هذا هو الأصل هناك وقت وجوب مجمع عليه وقت إذا أخرجها فيه الإنسان فإنها قطعا أجزأته وبعد طلوع فجر يوم العيد وقبل الصلاة في هذا التوقيت تحديدا إخراجها فيه أفضل سواء كانت مالا أو كانت طعاما لهناك وقت وهو تأخيرها عن الصلاة هذا منهي عنه لكن ما دام في بحر يوم العيد فهو على سبيل الكراها لأن من العلماء من أجاز تأخيرها عن صلاة العيد ولكن ما دامت في يوم العيد فلا إشكال أما تأخيرها عن يوم العيد فهو حرام قطعا لكن حرمته لا تعني إسقاط الزكاة عن الإنسان فإنها تبقى في ذمته لأن كل حق مالي تعلق بالذمة فإنه يبقى فيها ولكن يأثم بالتأخير يأثم الإنسان بالتأخير فالذي أنصحوا به المسلمين في أوروبا أو في غيرها الذين يريدون نقل زكواتهم إلى اليمن أو إلى إفريقيا أو إلى غزة أو إلى غيرها من مناطق فإن يأخذوا بقول الأحناف وهو أن يقدموها في بداية رمضان ثم يرسلوها حتى تصل في الوقت المحدد لكن هناك نقطة مهمة وهذا سئلت عنه أمسي أنا الآن إذا أخرجتها اليوم مثلا ولكن لم تستلم مثلا في مصر أو لم تستلم مثلا في غزة إلا بعد العيد بيوم يومين هل أأثم أنا؟ لا أنا الآن سلمتها لجمعية خيرية هنا في تركيا على أن تسلمها للفقير مثلا في اليمن أو على أن تسلمها للفقير في ميانمار أو في غيرها من بلاد المسلمين لكن هذه الجمعية لم تسلم إلا بعد العيد مثلا بأسبوع أو أسبوعين هل أأثم؟ لا أأثم لأن هذه الجمعيات الخيرية وكيل للفقراء فاستلامها بمنزلة استلام الفقير نعم فإذا أنا لا أذم بتأخير استلام الفقير بهذه الحالة لأنني سلمت وكيله الأمر بالنية يعني نعم طيب حضرتك ذكرت عن مسألة المحرم فيما يتعلق بالوقت هل من محرمات أخرى متعلقة بزكاة الفطر تنصح بتجنبها بشكل أو بآخر؟ الأنصح في زكاة الفطر أن يتجنب الإنسان إعطائها لغير المسلم نصيحة أنصح بذلك كذلك أيضا أنصح بأن يتجنب الإنسان إخراج الزكاة لكن الأمر غير محرم لكن نصيحتك نعم أنصح بأن ينقلها الإنسان إلى الأحوج نحن مثلا ربما هنا في تركيا الوضع يعني جيد إلى حد ما أن ننقلها إلى إخواننا المستطعفين في اليمن أن ننقلها إلى إخواننا المحتاجين في غزة أن ننقلها إلى المسلمين المحتاجين في إفريقيا في ميانمار في غيرها فنقلها إلى الأحوج أنصح به وإن كان العلماء قد اختلفوا في نقل الزكاة أصلا لكن قول الجمهور إجزاؤها إذا نقلت إلى الأحوج وإلى الأفقر وإلى الأكثر حاجة نعم وكذلك أيضا لأن هذا يعني نقلها إلى هؤلاء يشعرهم بمعنى أمة الجسد الواحد وهذا من المعاني المهمة في رمضان تجديد هذه المعاني التي تخدم كينونة الأمة واتحادها واجتماعها على كلمة واحدة نعم كذلك أيضا أنصح بأن يخرجها كل إنسان عن نفسه لأنها هي عبادة ذاتية فيخرجها كل إنسان قادر وجبت عليه عن نفسه وكذلك أيضا أنصح الأب أن كل واحد مثلا من الأولاد يعطيه فطرته يقول أن تسلمها حتى يشعر الأولاد دائما بأنه يجب عليهم إخراج هذه الزكاة وحتى يتعلموا إخراجها ويكون ذلك بذن الله تعالى تعليم لهم نعم بس الله أن يتقبل من الجميع إطاعتهم اللهم أمين شكرا جزيلا الأستاذ أحمد الحسني الشنقيطي الأمين العام المساعد لرابطة علماء المغرب العرب الحسن شكرا جزيلا